ارتاق الرئيس سيني شي جينبين بالمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية ليهان تاي يوم الجمعة في قاعة شعب الكبرى بالعاصمة السينية بكين اشار الرئيس شي جينبين خلال الاقاء الا ان العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية حققت تقادم ملحوظا منذ اقامة العلاقات الاثمانسية بينهما قبل 25 عاما بما يعود بها على البلدين وشعبيهما وقدم مساهمات مهمة في الحفاظ على السلام واستقرار في المنطقة مضيفا ان الصين مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية من اجل الحفاظ على علاقات البلدين وتوتيد الثقة السياسية المتبادلة على اساس التفاهم والاحترام المتبادل ومعالجة الخلافات بشكل مناسب واكد شي جينبين ان الجانب الصينية يتمسك باخلاء الشبى جزيرة الكورية من السلاح النووي والحفاظ على السلام واستقرار في الشبى جزيرة المشاكل عبر الحوار وتشاور بما يتفق مع المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة من جانبه سلم ليهايسان الرئيس شي رسالة مخطوطة من الرئيس كوريا الجنوبية منجاين مشيرا الى ان كوريا الجنوبية تهرس على العمل مع الصين لبحث الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرقل تنمية علاقات البلدين وبذل الجهود المشتركة مع الصين من اجل تحقيق خلو الشبى جزيرة الكورية من السلاح النووي والحفاظ على السلام واستقرار والأن في شمال الشرق آسيا